بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلى أبناؤنا الأعزاء طلاب وطالبات الصف السادس حياكم الله جميعا ويسرني أن أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وما زلنا مع الوحدة الأولى وعنوانها مشاركة أفكاري ودرسنا اليوم حول مشروع الوحدة وهو عن وسائل التواصل الاجتماعي الصفحات بمصدر التعلم الرئيس صفحة 78 هداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تنفذ مشروع الوحدة الأولى مطبقا المهارات التي درستها في هذه الوحدة وهذا هو أبنائي الطلاب مشروع الوحدة الأولى الذي ينبغي عليكم تنفيذه تطبيقا على المهارات العملية التي تمت دراستها في هذه الوحدة والمشروع بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي الأدوات التي سنحتاجها في تنفيذ هذا المشروع متصفح الإنترنت مايكروسوفت إيج وبرنامج الناشر مايكروسوفت بابليشر والذي يستخدم في إنشاء وتصميم مواقع الويد مطلوب منك في هذا المشروع أن تنشئ ثلاث صفحات الصفحة الأولى هي الصفحة الرئيسة وتعرض اسم الموقع وشريط التنقل بأسماء الصفحات الأخرى التي سنقوم بإنشائها وصفحة ثانية تقدم ملخصا عن وسائل التواصل الاجتماعي وأمثلة عليها وصفحة ثالثة تقدم معلومات عن المخاطر الكامنة وراء تصفح الإنترنت ويمكن أن نزيد صفحة رابعة تقدم أو تعرض قواعد الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي فهيا بنا لنشرع سويا في تنفيذ مشروع الوحدة لفتح برنامج مايكروسوفت بابليشر والبدء في تنفيذ المشروع تشغيل برنامج مايكروسوفت بابليشر لتشغيل البرنامج اضغط زر ستار ابدأ فتظهر قائمة البرامج والطبقات التي تم عدادها على الحاسوب حرك شريط التمرير لأسفل حتى تصل إلى برنامج مايكروسوفت بابليشر اضغط على البرنامج مرة واحدة فيتم تحميل البرنامج وتظهر النافذة الافتتاحية بهذا الشكل لإنشاء موقع ويب جديد اضغط على هذا الخيار بلانج سيفتح برنامج بابليشر هكذا تم انشاء موقع الويب وتظهر صفحة جديدة فارغة بشكل افتراضي انشاء الصفحة الرئيسة لانشاء صفحة في بابليشر من علامة التبويب بيج ديزاين اي تصميم الصفحة ومن مجموعة بيج سيطب اي اعدادات الصفحة اضغط على الخيار سايز اي حجم تظهر هذه القائمة المنسدلة من هذه القائمة اضغط على بيج سيطب تظهر هذه النافذة وهي بعنوان بيج سيطب ثم من لي اوت تايب اي نمط التخطيط اضغط على هذا السم الصغير فتظهر هذه القائمة المنسدلة الصغيرة اختر منها ويب بيج اي صفحة ويب ثم من قسم بيج حدد عرض الصفحة ويت بحيث يكون تسعمائة وستون وحدد الارتفاع ليكون ستمائة ثم ضغط على زر اوكي هكذا اصبحت صفحة الويب الخاصة بك جاهزة لبدء تصميمها والان لنقوم بتصميم رأس الصفحة ونضع اطرارا يحدد مساحة رأس الصفحة ومحتوياته والتي سوف تتضمن صورة سنقوم باضافتها لاحقا بالاضافة الى مربع نص يحمل اسم الموقع ولعمل ذلك انتقل الى علامة التبويض insert اي ادراج ومن مجموعة illustrations اي رسوم توضيحية اضغط picture placeholder اي موقع اضافة الصورة اكذا تم ادراج موقع لتثبيت الصورة بشكل تلقائي في الصفحة حيث من خلال هذا الاطار اذا قمنا بوضع الصورة داخله فانها تظل ثابتة ولا يتغير مكانها عند عمل استعراض للموقع يمكنك نقل وتغيير حجم الاطار ليصبح في رأس الصفحة هكذا قم بتحريكه الى رأس الصفحة ثم قم بتكبيره بحيث يملأ الصفحة بالكامل هكذا عند الضغط عليه في اي وقت يصبح جاهزا لاضافة الصورة بداخله هكذا قمنا بحجز مكان لصورة سنقوم باضافتها لاحقا لاضافة عنوان لموقع الويب انتقل الى علامة التبويب انسير اي ادراج ثم من مجموعة تيكست اي نص اضغط على درو تيكست بوكس ارسم مربع النص على صفحتك ثم اضغط داخل مربع النص وقم بكتابة عنوان موقعك الالكتروني وليكن وسائل التواصل الاجتماعي هكذا تم اضافة النص قم بتحديد النص ثم انتقل الى علامة التبويب ومن مجموعة فونت قم بتغيير حجم الخط واجعله مثلا بقياس 16 ثم اجعله غامقا اي بولد اي خط سميك ثم من مجموعة اللاين منت اي محاذاة اضغط سنتر اي توسيط قم بسحب مربع النص وضعه في اعلى الصفحة ليصبح بمثابة رأس للصفحة وهكذا اصبح العنوان الرئيس للموقع جاهزا انشاء شريط التنقل سنقوم الان باضافة شريط التنقل الذي يحتوي على الروابط التشعبية للتنقل بين صفحات الموقع فلاضافة شكل تقل الى علامة التبويب view اي عرض ومن مجموعة شو تحقق من ان هذه الخيارات مفاعلة وهي rulers page navigation scratch area boundaries اي الحدود guides اي الادلة واخيرا fields اي الحقود والتي تساعدك في عملية التصميم من علامة التبويب insert ومن مجموعة illustrations اي رسوم التوضيحية اضغط على shapes اي الاشكال ثم من قسم basic shapes اي الاشكال الاساسية اضغط على شكل المستطيل ثم اضغط بزر الفأرة الايصر مع السحب لترسم مستطيلا اسفل رأس الصفحة هكذا تم اضافة الشكل ثم من علامة التبويب format اي تنسيق قضت على shape في الايمال الشكل واختر اللون الذي تريده وليكن هذا اللون ثم قم بالضغط على shape outline ثم اختر no outline اي بدون حد خارجي وهكذا اصبح الشكل جاهزا للاستخدام اسحب الشكل لأسفل رأس الصفحة وقم بتكبيره ليصبح بمثابة شريط التنقل الخاص بالموقع والان لنقم باضافة اسماء الصفحات الى شريط التنقل ولعمل ذلك سنقوم باضافة جدول يتم اضافة اسماء الصفحات بداخله ولادراج جدول اضغط على علامة التبويب insert اي ادراج ومن مجموعة tables اي جداول اضغط على هذا السهم الصغير ثم قم باختيار او تحديد عدد الصفوف وعدد الاعمدة بتمرير مؤشر الفأرة على عدد الصفوف والاعمدة المطلوبة وسوف يتكون هذا الجدول من صف واحد واربعة اعمدة اضغط هكذا تم اضافة الجدول اضغط على حد الجدول الخارجي ثم قم بسحبه الى شريط التنقل وضعه عليه ثم قم بتغيير حجم الجدول ليصبح ملائما لشريط التنقل هكذا والان قم بالضغط على الخلية وابدأ بكتابة اسماء صفحات الموقع اجعل الخلية الأولى بعنوان الصفحة الرئيسة الخلية الثانية اكتب بها اسم الصفحة الثانية وليكن الانترنت ومخاطره ثم ضغط في الخلية الثالثة واكتب اسم الصفحة وليكن وسائل التواصل الاجتماعي ثم ضغط في الخلية الرابعة واكتب قواعد الأمان هكذا تم إضافة أسماء أو عنوين الصفحات قم بتحديد النص في الخلايا جميعها ثم قم بتغيير نوع الخط وحجمه وإجراء التنسيقات المناسبة على النص قم بتغيير حجم الخط وليكن اجعله 14 واجعله bold أي سميك اضغط على تبويب layout اضغط على مجموعة alignments ثم اضغط على توسيط غير لون النص انتقل إلى home مرة أخرى ثم اجعل لون النص وليكن لونه أبيض وهكذا تم إضافة عنوين الصفحات أو أسماء الصفحات إلى شريط التنقل وأصبح جاهزا لإضافة الروابط التشعبية التي تنقلنا إلى الصفحات المختلفة لموقع الويب قم بتصغير الجدول بحيث يكون كامل الجدول داخل حدود الصفحة أبنائي الطلاب كما سبق أن تعلمتم خلال الدروس السابقة أنه ينبغي علينا اتباع نمط موحد للموقع بكل صفحاته وعليه يمكننا إنشاء نسخ من الصفحة الرئيسة بعدد الصفحات الفرعية التي سنحتاجها ثم نبدأ بتحرير كل صفحة على حدة مما سيوفر علينا وقتا وجهدا عند تنفيذ أو تخطيط هذه الصفحات بشكل منفرد أو كل على حدة ولنسخ الصفحة الرئيسة اذهب إلى شريط التصفح على يسار مساحة العمل ثم اضغط بزر الفأرة الأيمن على الصفحة الرئيسة تظهر هذه القائمة المنسدلة الصغيرة اختر منها هذا الأمر Insert Duplicate Page ثم اكرر هذه الخطوات لإنشاء عدد الصفحات المناسبة المطلوبة للموقع تسمية الصفحات ينبغي تسمية الصفحات لكي نجعل عملية تمييزها أسهل وخاصة عند ربط الصفحات ببعضها البعض من خلال الروابط التشعوبية ولإعادة تسمية الصفحة من شريط التصفح على يسار مساحة العمل هذا هو شريط التصفح اضغط على الصفحة التي تريد إعادة تسميتها بالزر الأيمن للفأرة فتظهر هذه القائمة المنسدلة الصغيرة اختر منها الأمر Rename أي إعادة تسمية يظهر هذا السندوق الحواري الصغير بعنوان Rename Page من Page Title اكتب اسم الصفحة الجديد وليكن الصفحة الرئيسة ثم اضغط على زر OK كرر هذه الخطوات مع باقي الصفحات لإعادة تسميتها والآن وصلنا يا أبطال إلى مهارة إضافة المحتوى إلى موقع الويب والمحتوى يتضمن النصوص والصور إلى غير ذلك وهذا المحتوى ينبغي أن يكون تم تجهيزه مسبقا خلال مرحلة التخطيط والإعداد لإنشاء الموقع فتم تجهيز النصوص في ملف Word ومنه نقوم بنسخ ولسق النص مباشرة إلى صفحات الموقع وقد تعلمنا مسبقا كيفية إضافة مربعات نص وكيفية تحرير النص داخلها وسنقوم الآن بإضافة مربعات النص في جميع الصفحات كما سيلي والآن لنقوم بإضافة مربع نص بالضغط على علامة التبويب Insert ثم نختر من مجموعة تيكست الأمر Draw Textbooks ثم نضغط في مساحة العمل مع السحب لإنشاء مربع النص قم بكتابة النص وليكن مقدمة ثم قم بتنسيق النص بالضغط عليه وتحديده ثم أجل التنسيقات اللازمة عليه بتكبير حجم الخط واجعله مثلا بقياس 22 اجعل الخط سميكا بالضغط على أمر بول ثم اجعل النص توسيط في مربع النص غير لون النص مثلا إلى اللون الأحمر الفاتح ثم من علامة التبويب Home اجعل النص من اليمين إلى اليسار Right to Lift Text Direction هكذا تم إجراء التنسيقات اللازمة على النص ثم ضغط على علامة التبويب Insert مرة أخرى اضغط على الأمر Draw Textbooks مرة أخرى ثم قم بالضغط مع السحب داخل منطقة العمل لإنشاء مربع نص جديد والآن سنقوم بنسخ ولسق النص من ملف الورد الذي قمنا بتجهيزه مسبقا اضغط من لوحة المفاتيح على Ctrl-C لعمل Copy أو نسخ ثم انتقل إلى برنامج Publisher واضغط على Ctrl-V من لوحة المفاتيح لعمل لسق للنص قم بمسخ كلمة مقدمة قم بتحديد النص لإجراء التنسيقات اللازمة عليه من حيث الحجم واللون والمحاذاة وتباعد الأسطر إلى غير ذلك ثم أضف النص الذي تريده إلى باقي صفحات الموقع ومن ثم أجر التنسيقات المطلوبة له أيضً وهكذا انتهينا أبنائي الطلاب من إضافة النصوص إلى كافة صفحات الموقع كما سبق أن تعلمنا في الدرس الثالث من هذه الوحدة وعنوانه تطوير موقعك الإلكتروني وكما تعلمنا مسبقا في برنامج Microsoft Word كيفية إضافة النصوص وتنسيقها والآن هيا لنقم بإضافة بعض الصور إلى محتوى صفحات الموقع لإثراء المحتوى وإضفاء مزيد من الجاذبية على صفحات الموقع لإدراج صورة في موقع الصورة اضغط زر Insert Picture أي إضافة الصورة في منتصف موقع الصورة أو اضغط على الموقع ضغطا مزدوجا تظهر هذه النافذة أو هذا المربع الحواري اضغط على From File أي من ملف ثم اذهب إلى سطح المكتب وهو المكان الذي به مجلد مشروع الوحدة اضغط على المجلد ثم اختر المجلد الذي يحتوي على الصور وهو المجلد هيدر ثم اختر Home Page حدد مثلا هذه الصورة بالضغط عليها ثم اضغط على زر Insert ثم بتصغير الصورة لتتناسب مع حجم الإطار وهكذا تم إضافة الصورة إلى رأس الصفحة تكرر هذه الخطوات لإضافة الصورة إلى رأس الصفحة في باقي صفحات الموقع ولإضافة صورة إلى محتوى الموقع اضغط على علامة التبويب Insert ثم من مجموعة Illustrations اضغط على Pictures أي صور تظهر نافذة بعنوان Insert Picture حدد المجلد الذي يحتوي على الصور وهو على سطح المكتب في مجلد مشروع الوحدة اضغط على المجلد الذي يحتوي على صور المحتوى Content اضغط على Home Page ثم اختر أي من هذه الصور لإضافتها إلى محتوى الصفحة ولتكن مثلا هذه الصورة ثم اضغط على Insert قم بسحب الصورة ووضعها مثلا مع تصغيرها هكذا أبنائي الطلاب قمنا بإضافة صورة إلى رأس الصفحة وإضافة الصورة إلى محتوى الصفحة كرر هذه الخطوات مع باقي صفحات الموقع لإضافة الصور في باقي الصفحات وهكذا قمنا بتكرار الخطوات السابقة لإضافة صورة في رأس الصفحة وإضافة الصور إلى متن الصفحة أو إلى محتوى الصفحة وهكذا تغير مظهر الموقع الخاص بنا فأصبح مظهره مميزا ولا يكتمل الموقع بدون إضافة روابط التصفح فهيا بنا لنتعرف على خطوات إنشاء رابط تشعبي نصي أو رابط تشعبي لصورة إضافة روابط التصفح لإنشاء رابط تشعبي نصي اذهب إلى الصفحة الرئيسة ثم حدد النص الذي ترغب بتحويله إلى رابط تشعبي ثم اضغط على علامة التبويب Insert ثم من مجموعة Links اضغط على الخيار تظهر هذه النافذة بعنوان Insert Hyperlink ومن Link To اضغط على place in this document أي مكان في هذا المستند ثم حدد الصفحة التي يريد ربطها مع هذا النص بالضغط عليها لتحديدها هكذا أي من هذه الصفحات حدد الصفحة الرئيسة ثم اضغط على زر OK هكذا تم إنشاء ارتباط تشعبي بهذا النص كرر هذه الخطوات لإنشاء روابط التصفح لعنوين الصفحات الأخرى ولربط صورة تشعبيا مثلا نريد أن نربط هذه الصورة مع صفحة وسائل التواصل الاجتماعي كرر نفس الخطوات السابقة من قائمة من علامة التبويب Insert ثم من الخيار Link أو بالضغط بزر الفأرة الأيمن على الصورة ثم اختيار الأمر Hyperlink ثم حدد الصفحة ثم من Link 2 حدد place in this document حدد الصفحة التي تريد ربطها مع هذه الصورة ولتكون الصفحة الثالثة ثم اضغط على زر OK هكذا تم ربط هذه الصورة مع الصفحة الثالثة عند استعراض الموقع وتصفحه عند الضغط عليها فيما بعد بعد تصدير الموقع تنقلك إلى الصفحة الثالثة هكذا يكون قد اكتمل مشروعنا والآن ينبغي علينا أن نقوم بحفظ المشروع كملف Publisher أو أن نقوم بتصديره كموقع ويب لتصفحه على أي من مستعرضات الإنترنت ولحفظ المشروع كملف Publisher اضغط علامة التبويب File ثم اختر الأمر Save As ثم اضغط على Browse أي استعراض حدد المكان الذي تريد أن تحفظ المشروع بداخلي وليكن Documents أي مجلد المستندات ثم حدد اسم المشروع الذي تريده وليكن وسائد التواصل الاجتماعي Social Networks ثم اضغط على زر Save هكذا تم حفظ المشروع باسم Social Networks ولتصدير المشروع كملف HTML اضغط علامة التبويب File ثم اضغط على الأمر Export ثم من هذه الخيارات اختر Publish HTML ثم اضغط على Publish HTML مرة أخرى تظهر هذه النافذة بعنوان Publish to the Web أي أنشر إلى الويب عند File Name يسمي البرنامج الموقع باسم افتراضي هو Index اضغط على Save انتقل إلى مجلد المستندات تلعظ أنه تم تصدير الموقع وسيقوم Publisher بحفظ الملف الرئيس باسم Index وقام بإنشاء مجلد باسم Index Files يحتوي على جميع صور وصفحات موقع الويب كما هو موضح أمامك وبهذا أبنائي الطلاب نكون قد انتهينا من تنفيذ مشروع الوحدة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته